تحدثت في الفيديو المشهور على نن ضد حماس دون إلقاء اللوم على إسرائيل التي قتلت أكثر من 37 ألف لغاية اللحظة في القطاع منذ تقريباً تسعة أشهر من الذي دفعك لذلك أمل؟ أنا طلعت باثنين فيديو الفيديو المباشر اللي كان بساعة قصص بيتي والفيديو اللي من على ركام بيتي ولما حكيت حكيت إسرائيل أولاً وحماس تانياً اللي اتنين بيتحملوا المسؤولية مسؤولية الظلم والقهر والقتل اللي إحنا فيه بنلوم على حماس لأنه هي جزء منها المكون الشعبي سواء إحنا رضينا قبلنا أم لم نقبل لكنها اتخذت قرار خارج إطار المسؤولية الشعبية اتخذت قرار ب7 أكتوبر لا الشعب مأمن لا مادياً ولا إنسانياً يعني قرار مفاجئ إحنا كشعب صحينا عليه الصبح ما بنعرف شو اللي بيصير حماس ما حسبت الخطوة اللاحقة ل7 أكتوبر حماس لم تقدر تقديراً جيداً ردة فعل الاحتلال على 7 أكتوبر حماس لم تتخذ الاستعدادات سمت طوفان ولكن طوفان ولكن حماس سيد أمل اسمحيني سيد أمل حماس تقول بأنها نسمعك حماس تقول بأنها استطاعت الصمود للشهر التاسع على التوالي هكذا تحدث هنية في تصريحه اليوم ألا تعتقدين بأن حماس تمثل جزء من الشارع الفلسطيني الذي يقف أمام هذه الهجمة الإسرائيلية المستمرة منذ 9 أشهر طيب عفواً هو هنية اللي تحدث عن صمود للشهر التاسع هو وين؟ هو وينه؟ موجود بغزة وصامد معنا هو شو أنا دستنى من اللي بيصحب قطر أو بيصحب تركيا أو بيصحب لبنان أو بيصحب مصر بيصحى الصبح بيفتح حنفية المية بيشوف المية طبيعي إحنا مش بناشهنا 9 شهور إحنا رجعنا مليون سنة ضوئية لورا إحنا صارت الليل المية عندنا بالتنكة والجردل يعني عفواً هو اللي بيصحى الصبح وبياخد شور وبيفتر وفي عنده غاز وفي عنده كهرباء وفي عنده مية عفواً عن أي صمود بيتحدث أي صمود وإحنا مصلين الـ 50 ألف شهيد ومفقود أي صمود وإحنا في يوم واحد قام فيه الاحتلال الصميوني بتحرير أربعة من الأسرة في مخيم النصيرات كنا بنمشي بالشارع هذا الشارع اللي أمامي أنا الآن وأنا جالسة كنا بنمشي فيه من فوق الجثة هذا الشارع كانت بيمشي فيه دم زي المية قبل بس أيام بسيطة ولكن سيدة أمل المشكلة أنك قلت بأن السابع من أكتوبر هو يوم النكبة لم تدكر الاحتلال هل كان وضع غزة والأراضي الفلسطينية في أفضل حال؟ هل بدأت إسرائيل في قتل الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر؟ ألم تقتل إسرائيل في الضفة الغربية أيضاً وتعتقل الآن حيث لا توجد حماس؟ فلسطين بأنفرها ما تكون بأفضل حال إلا بعد إقامة الدولة وهذا شيء مفروغ منه ولكن حال أفضل من حال حالنا ما بعد فزيران 2007 طبعاً سيء وسيء جداً جداً بعد ما سيطرت حماس على قطاع غزة وفصلته عن وطنه الأساس حالنا سيء وحالنا أسوأ مع كل حرب ومع كل تصعيد وحالنا أسوأ ما رأينا بعد نكبة 7 أكتوبر الخطوة الغير مدروسة والخطوة الغير محسوبة والخطوة اللي بعد 12 ساعة كنا بلا كهرباء بلا مياه بلا أكل بلا غذاء بلا معابر بلا طرقات بلا أي شيء ما حدا يطلع يحكي صندينو صابرين معلش وأنا أكون في صف الاحتلال ولا في صف خائني الوطن طيب 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 هذه المشكلة سيد عمل ربما هذه المشكلة هناك من يعتبر هناك من يعتبر بأنك صوت نشاز وأنه في نهاية المطاف الفلسطينيون تحت الاحتلال وحتى دول عديدة اتهمت إسرائيل بجرائم إبادة ثم يأتي هذا الصوت النشاز ويلوم حماس دون الاحتلال أولا خليني أسألك هل هناك من يشاركك في غزة نفس الصوت أم أنك يتمثلين كما يقولون صوت نشاز شوف هلا اللي بيشوف التعليقات وبيشوف الناس شو بتتكلم بيعرف مين صوت النشاز ومين صوت المجتمع أنا بمشي بالشارع بيوقفوني بالشارع الستات وبيحكولي شكراً إليك لأنك حكيت بصوتنا هحكي قصة واحدة بس ست لا أعرفها وما شفتها بالمطلق يعني في حياتي هوقفتني في سوق النصيرات وبتحكي لي شكراً كثير إليك أنت حكيت بصوتنا فبتحكي قصتها بتحكي لي أنا زوجي كان عاقل عن العمل وبعدين طلع له تصريح عمل بالداخل المحتل الحمد لله سددنا ديوننا الحمد لله جبت الأشياء اللي بناتي نفسهم فيها صرنا بناكل الأكل اللي نفسنا فيه إجتنا الحرب فهي بلسانها إيش بتحكي بتحكي لي حسبنا الله ونعم الوكيل شحتت الخبز من الناس عشان أأكل بناتي بعد ما حكيت الحمد لله بدت الأمور تنفرج هذا صوت من الناس اللي شاكوني بالشارع وحكولي قصصهم طيب أطلع بالتعليقات الناس بتحكي شكراً إليك بتحكي بلساننا حكيتي كل اللي في قلوبنا سواء على النيت أو بالشارع أو الناس اللي بتعرفني أو اللي ما بتعرفني لكن للأسف بفوت بشوف ناس بتسيب علي ناس بتغلط علي وليمش عارف إنه أنا مقدمة كوم من الشهداء مش بس بعد 7 أكتوبر لا من 48 وأنا أجداد نعم يا سيد أمل سيد أمل اسمحيلي فقط بسؤال أخير واضح أنت الآن في مخيم انصيرات هل جاءتك تهديدات بعد انتقادك علنا حماس وذكرتي حتى اسم السنوار بالسوء هل أنت مهددة الآن حين تحدثت عن هذه الحقائق كما تصفينها السنوار 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 شخصية عامة الشخصية العامة معرضة لأنه الناس تنتقدها أو تسيب عليها أو تشتمها أو تحبها أو تهتفلها أو تحملها على أكتافها وتعلن الانتصار هو شخصية عامة شاء أم أبا هو وضع نفسه في هذا البوطق وبده يتحمل ببدي يتحمل صوت وبدي يتحمل صوت غيري بالنسبة للتهديدات والله أنا لما كنت على ركام البرج بتاعنا وكنت بحكي حسبنا الله في إسرائيل أولا وحسبنا الله في الإخوان المسلمين وفرعهم في فلسطين حماس في حدث كان مارر بالشارع صرخ علي كانوا في أربع مرين بالشارع صرخ علي وأطلق أربع رصاصات وموثقين عندي موثقين عندي معايا من الناس اللي كانوا محيطين بالبرج المقصوص موثقين بالصوت والصورة بالفيديو أطلق علي الرصاص وحكي لي ما تحكيش حسبنا الله على حماس ليش؟ عشان هيش؟ أطلق الرصاص في الهواء يعني أهلي سمعة شبدا سيدة عمل حتى نكون فقط يعني أطلق الرصاص على الهواء مش أطلق عليك الرصاص صحيح أطلق الرصاص بالهواء ووجه كلامه لإلي إنه ما تغلطيش على حماس ما تتحسبنيش على حماس طبعا أنا بحكي حسبنا الله ونعمل له كل وين المشكلة مش الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الوعاء يمتلق بحسبنا الله عشان ربنا يسمع منا طب حسبنا الله وإنت لما عملت سبعة أكتوبر جيت شوارتني جيت حكيت لي عشان أخذ احتياطاتي لما إنت اتخذت قرار إنه تجر حياتي وحياة أهلي لما أهلي ضلوا خمس أيام وإحنا بنطلع فيهم من تحت الركام سبع أفراد سبع أفراد خمس أطفال منهم ماما ومنهم مرت أخي ومنهم خمس أطفال أكبرهم أربعة عشر سنة وأصغرهم سنتين وهدولا مش هم لحالهم وهذا الحال العام شكرا 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 أطفال وأشلاء وكله بيحكي حسبنا الله مش أنا لحياني شكرا لك يا سيدة أمل شكرا أمل عوض الأعرج من مخيم أنصيرات العفو يا أهلا فيك شكرا أهلا وسهلا